اشتركوا فينا لا يحمق على الطاجين السفرجل نذكركم شاهدوا الفيديو حتى الاخير دعوا لايك وبرتجوا فيديو مع الأصدقاء والأحباب لكي تجمعوا أكبر عدد النقاط تربحوا في أخير الأسبوع سيحتاج بعض الملحة معلقة صغيرة عامرة الخرقوم معلقة سكينجبير معلقة حمارة معلقة صغيرة عامرة معلقة صغيرة عامرة معلقة صغيرة عامرة معلقة زفران ونضيف حتى تطلق مزيان ونضيف الحبات صغيرة نمزج المكونات كاملين ونجيب الحم اللي تبقى على حسب عدد أفراد العائلة ونحاول أنني يلبسوا مزيان بهد التوابل مع ذيك البصيلة سوف يكون لديكم وقت تغطيه بالبلسطيك الغذائي ويترقده ويشرب هد التوابل وما كانش عندكم الوقت بحالي راه مباشرة تديرو في الطاجين بح moving طاجين النباتية طريقة سهلة سوف نحاول ان نسد الطاجين وضعه فوق من النار اللي تكون مهيلة كي يأخذ لي تقريبا ساعة ونص حتى ساعتين الطياب باش كي يطبع المهل ويجي مع السل ويجي زوين خليت واحد الكاسرونة لحبة الصفرج اللي منقي كيف ما كتشوفوا معايا ضفت له جوش كيسان كبارين دي الما ما يعادي الواحد ليتر دي الما ونضيف ايضا شوية دي الملح وضعه كي تسلق اخذت شوية دي الزبيب غادي نضيف لي شوية دي الما كيمية قليلة يعني فاش يطبه ويتعسل في نفس الوقت شوية دي الزيت لقرفة وايضا واحد المعي لقادي السكر لان هاد الزبيب هادا يكون هاكا اللون دي الغامق يكون اصلا حلو كي يحتاج غير شوية دي السكر رجعت للحيمة دي مرة مرة كتحاولوا انكم تقلبوها باش هكا كتشرب هادوك التوابيل كاملين وكتطيب على خاطرها كيف ما شو النار وكتطيب على خاطرها بعد ما بدأ ينشف لي هادا كي سفرج الملماء ويعني اضفت لي شوية دي القرفة معجوش طبيبات دي السكر وغادي نخلي كي نشف وكيتعسل حتى كنحصل على هاد شكل هادا سوفي غادي نطفع لي النار ونحطه جانبا وتنرجع الطاجين ديالي بعد ما كي طيب مزيان دي اللحم وكي بقى لي غير شوية دي اللاصوس يعني لان باقي نزيده واحد عشرة دقيق ديال طيب كي يكون باقي يغش ويدي اللاصوس وكي تشوفوا ذاك اللاصوس ما شاء الله شح الخاطر وكي بن بنين غادي نستف هاداك السفرج الملي بهذا الشكل هادا كي تشوفوا معايا ومن بعد كنجيب حتى هاداك الزبيب اللي عسلت وكي نوضعوه في الواسط وتقدروا هنا يتزينو باش ما بغيتوا اللوز القرقاء الشريحة اللي بغيتوا تزينو باقي انا غادي نكتافي بهذا القدر فقط غادي نعود نسد عليه الطاجين ديالي وغادي نخلي واحد عشرات ديال دقايق حتى كي نشف لي هاداك اللاصوس وكي ولي يعني كي زيدي خسار سافي وكي نقدموه بصحة ورحة كي يجي رائع المرحلة اللي خرجه هادو النار واحد شوية باش كيتعسلكم بالزربة هاداك اللاصوس وقدموه كي يجي ببنين لواحد درجة متخيلوهاش وذك اللحم كي يجي طايب وفتي ما تنسوش لايك للفيديو تبارتجيو مع الأصدقاء والأحباب وإلى اللقاء اشتركوا في القناة